إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله موضوع اليوم بإذن الله حول لائحة العطل المدرسية برسم الموسم الدراسي 2021-2022 كيف كتشاهدوا معايا الجدول هو كالتالي العطل المدرسية التواريخ ديالها ثم عدد الأيام عيد الموليد النبوي الشريف فكما هو معلوم سيكون في أكتوبر شهر الجي يوم 12 و13 ربيع الأول عدد الأيام يومين ذكرى المسيرة الخضراء يوم السبت 6 نوفمبر عدد الأيام يوم واحد العطلة البينية الأولى وعيد الاستقلال 18 نوفمبر 2021 من الأحد 11 نوفمبر 2021 إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 تماني أيام أنا دخل فيها العطلة البينية الأولى وعيد الاستقلال 18 نوفمبر العطلة البينية الثانية وفاتح السنة الميلادية راس العام من يوم الأحد 26 دجنبير 2021 إلى يوم الأحد جوج يناير 2022 عدد الأيام تماني أيام ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم 13 يناير 2022 عدد الأيام يوم واحد عطلة منتصف السنة الدراسية الأحد 6 فبراير إلى الأحد 13 فبراير 2022 عدد الأيام تماني أيام العطلة البينية الثالثة من يوم الأحد 3 أفغيل 2022 إلى يوم الأحد 10 أفغيل 2022 عدد الأيام تماني أيام عيد الشغل يوم فاتح ماي 2022 يوم واحد عيد الفطر من 26 رمضان إلى جوش شوال 1434 ثلاثة أو أربع أيام عيد الأضحاء من 8 إلى 11 دول حجة 1443 عدد الأيام أربعة أيام هناك هنا ملاحظة يراعى إدخال يوم الأول والأخير ضمن هذه العطلة يعني ما سيقول لكم ما بين 3 و4 من 3 إلى 4 يعني 3 داخل أربعة داخل إذن إخواني أخوتي كانت هذه فكرة يعني العطلة العطلة المدرسية للموسم الدراسي 2022 2023 أخلي لكم طابلوا تشوفوا العطلة المدرسية هنا التواريخ ثم عدد الأيام كانت من أحد موفق لجميع التلاميذ كان معكم محبكم في الله عمار من قناتكم عمار بغيف رجاء أن نوضع تعليق والضغط على زر إعجاب والمشاركة شكرا لكم وإلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة